التقدم نحو مدينة الطبقة مازال مستمرا الجيش السوري وحلفاءه بدعم جوي روسيا بات على بعد نحو 20 كم من تقاطع المدينة مصادر عسكرية سورية أكدت أن مجموعة من الجيش السوري سيطرت على نقطة تقاطع الرصافة ومغفر شرطة الطرق العامة على طريق الدولي للرقة بعدما كانت قد سيطرت في وقت سابق على بلدتي بير أنباج وأبو العلاج وتلتي السريتال داخل ريف الرقة الغربي المنطقة السحراوية المكشوفة للطائرات الحربية الروسية والسورية والمترامية الأطراف وتشطط مقاتلي داعش في قلب السحراء ساعدان قوات السورية على التقدم السريع في المنطقة آخر المعطيات الميدانية تشير إلى أن الجيش السوري بات على بعد نحو 20 كم من مطار الطبق العسكري وأقل من 20 كم من بحيرة الفرات أما على جبهة منباج فقد باتت قوات سوريا الديمقراطية على مقربة من المدينة بعد سيطرتها على عدد من القرى القريبة منها في ريف حلب الشمالي الشرقي وبات باستطاعتها استهداف مواقع التنظيم داخل المدينة وهو ما حصل في الساعات الماضية عندما استهدفت قوات سوريا الديمقراطية بالمدفعية الثقيلة مواقع تنظيم داعش في منطقة المطاحن داخل المدينة ورد مسلح داعش بقصف سد بشرين في ريف حلب الشرقي اللافت في تطورات معركة منبج هو الدور العسكري الغربي الذي بات يتضح يوما بعد يوم مع الكشف عن قوة عسكرية بريطانية خاصة تقاتل إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية إضافة إلى القوة الأمريكية الخاصة التي تشارك في هذه المعارك أيضا ترجمة نانسي قنقر